اشتركوا في القناة موعد بث الحلقة تقريبا رح ندخل في هاي الفترة دخلوه المسار ورح يستمر القمر موجود بالعقرب لغاية ساعات منتصف الليل تقريبا بعدين بده يرجع للقوس فعشان هيك رح نذكر اللي هو وجوده بخلال الساعات القادمة لغاية منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بعدين رح نذكر الحلقة كأنه القمر انتقل للقوس يعني ما رح أعطي أي ذكر لوجوده بالعقرب خلال الساعات من الآن لغاية منتصف الليل اللي بدي يسمعها بسمح حلقة يوم الأمس وبعدين برجع بسمح حلقة اليوم على أساس أنه يدمج ما بين التوقعات للساعات القادمة ولكن أنا بشوف أنه لا اسمعوا هاي الحلقة واللي يسمع حلقة الأمس بكون فاهم علي طبعا القمر اليوم رح يكون موجود الآن في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة ستة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بعدين بدو ينتقل القمر لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق زي ما حكينا القمر موجود يعني في برج العقرب الآن موعد بث الحلقة لأنه أنا ببث الحلقة ساعة ثنتين بتوقيت جرينيتش وزي ما حكينا أنه في خلو مسار رح يبدأ الساعة خمسة وواحد وعشرين دقيقة يعني فعليا هو لسه ما بدأ يعني هو بحاجة لا تقريبا ساعتين ونص لا يبدأ وبما أنه القمر موجود في برج العقرب الآن فهذه الفترة بنكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية أو مشاهدة فيلم مؤامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء أو استئجار بيت بالنسبة للزاوية اللي بدأت تأثيراتها طبعا الآن مع مولة بث الحلقة هي تأثيراتها إلها ساعات ولكن الآن بدأنا بذروتها هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين الزهرة وحكينا إنه هاي الزاوية الساعة خمسة وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينش ذكرناها في حلقة الأمس ورح يستمر تأثير هاي الزاوية لغاية ساعات الفجر تقريبا فأكثر المتضررين من هاي الزاوية هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من قلال صرف النقود بإصراف دون حساب أما بالنسبة لخلو المسار اللي رح يبدأ بعد هاي الزاوية مباشرة يعني رح يبدأ الموعد بث يعني فيه ساعات بث الحلقة اللي هي الساعة خمسة وواحد وعشرين دقيقة مساء من مساء الليلة ليلة الجمعة على السبت ورح يستمر هذا خلو المسار لغاية الساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينش يعني بتوقيت الأردن الساعة اتناعش واربعين دقيقة بعد منتصف الليل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ومثل ما حكينا أن القمر الساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينش بنتقل وباستقر في برج القوس عشان هيك منشعر بالابتهاج كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل من الذي الجو صار أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفي والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعنا بخلال الفترة هاي اقتراض المال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواية ما أو تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مأثرت طبعا اليوم في عنا ذروة زاوية من الزوايا البطيئة أما بالنسبة للزوايا اللي ما زالت تأثيراتها موجودة أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهاي حكينا تأثيراتها لغاية يوم خمسة تسعة بتخلق جو عام من التسامح بحيث أنه ممكن نتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومن مديد العون إلهم وكما أنه هاي زاوية بتدفعنا للتراجع عن خطأ ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث منفصل إيجابية وتأثيراتها لغاية يوم تسعة تسعة بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية السلبية والتي تأثيراتها زي ما حكينا لغاية يوم أربعة تسعة هي ما بين الشمس تربيع سلبية بين الشمس وبين المريخ وهي هاي زاوية اللي كانت سبب بارتفاع وطيرة المواجهات والتفجيرات بالبؤر الساخنة بيسود جوعا من التوتر والعدوانية بسبب تأثيراتها وبرضو يتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن أنها تأخذ على محمل مغير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها وبالدل كذلك على أن حكومي ما في دول ما بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبالدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية السلبية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة بين زحل وبين أورانس وحكينا هذه تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل كذلك على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما في دول ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل والأمطار وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل الأول زاوية هي زاوية التقابل البطيئة الإيجابية بين عطارد وبين المشتري وطبعا اليوم ذروتها طبعا تأثيرها هي مستمر من يوم 31-31 لغاية 7-9 ذروتها اليوم 3-9 رح تكون الساعة 41-49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنها أي زاوية بتدل على كثرة الاتصالات وبتزيد من احتمالية السفر لدى البعض والاتصالات بأنواعها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام ساعة 10 أو 10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا تأثير هذه الزاوية من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين أطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة 10 أو 36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة 12 و 22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات منتصف الليل ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر أوتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل في هاي الفترة أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبطة عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس وهي بتدل على أن القمر الآن صار نصف بدر ورح يكون طبعا ذروة هذا التربيع للساعة 6 و 7 دقائق مساء بتوقيت جرينيج يعني رح يستمر تأثير هاي الزاوية من ساعات الظهر وبتستمر لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل لغاية ساعات الفجر تقريبا من فجر يوم الأحد وهذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية فعشان هيك هاي الأعضاء اللي احنا ذكرناها جيد انك انت تأخذ علاجات لإلها أو تعمل فحوصات أو تراجع الطبيب لإلها ولكن كعمليات جراحية فما مننصح لهاي الأعضاء بعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية جدا بالنسبة لهذا اليوم هو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لأنه مع ساعات الصباح الزاوية اللي ذكرناها مع الزهرة بتكون انتهت لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج القاوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين خمسة تسعة رح يبدأ في تمام الساعة واحدة وخمسين دقيقة صباحا أو فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي يعني بمعنى آخر خلو المسار مدة 12 دقيقة فقط وبكون في ساعات الفجر أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع يعني نصف بدر عمره سبع أيام في تمام الساعة 11.36 دقيقة ظهرا بصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة طبعا هي منتحس الآن بنسبة 15 في المية في ساعة الفجر بصير منتحس بنسبة 40 في المية ولكن في ساعة الصباح بتنزل نسبة النحوسة لغاية 10 في المية وبتكمل طيلة النهار أما بالنسبة للقمر اللي موجود بالعقرب ورح ينتقل للقوس في ساعات تقريبا منتصف الليل فرح يستمر في القوس لغاية يوم 5 تسعة هو الآن سعيد بنسبة 30 في المية ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 10 في المية في ساعات الصباح ترتفع نسبة السعادة لـ 30 في المية وفي ساعات المساء المتأخر تنزل نسبة السعادة لـ 15 في المية أما بالنسبة للعطارد في الميزان اللي رح يضل لغاية 19 بعدين رح يبدأ بعملية التراجع هو سعيد بنسبة طبعاً 19 هي مدد مقوته في الميزان ولكن في عملية التراجع رح يصير لإلوه في خلال الفترة القادمة هو سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة تسعة منتحس بنسبة 15 في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة 30 في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة منتحس بنسبة 15 في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 22.1 منتحس بنسبة 10% أما نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل رح تنشطوا خلال هذا اليوم السبت في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وعلاقاتكم مع أشخاص إما أجانب أو خارج البلاد ورح تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن اليوم تتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي ناشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة الأجواء جيدة وداعملة إلك بقوة حتى على مستوى الدراسة وحالة مستوى الحوارات والنقاشات والاجتماعات والدورات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة برضو متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حاول أنك تحسن أداءك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط حاذر من المواقف المتصلبة وحاول أنك ما تكون مقاسي مع أحبائك وحاول أنك ما تهمل واجباتك الأجواء جيدة على المستوى المالي مرضو هاي الفترة لتحصيل بعض الأموال القديمة أو قرد ميراث حقوق فهاي فترة ممتازة للمطالبة فيها برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك هذا أيضا مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بتكون تتجنبوا الغضب والإنفعال وحاولوا أنكم ما تخلوا أي شخص أو أي أحد يستفزكم حاولوا أنكم تحموا سمعتكم ما تشوهوها بطوء عصابكم ما في داعي للمشاكل اليوم زي ما كنك بتكون في امتحان فحاول أنك تكون جاهز قبل الامتحان عشان تحصل على الجائزة المرجوة وحاول أنك تتحامل على نفسك قدر الإمكان برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا القمر صار في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان يكن ينجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا أكثر وضوحا في أولوياتكم وما تخلوا أي شخص يثير انفعالكم أو غضبكم نضموا وقتكم بشكل جيد التزاما منكم بالواجبات والمسؤوليات واحتراما برضو منكم للمواعيد حاولوا قدر الإمكان تخلوا علاقتكم جيدة ما بينكم بين زملائكم بالعمل وهذه فترة مناسبة لإنجاز بعض الأعمال أو البداية بعمل جديد برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بما أن القمر اليوم موجود في البيت الخامس لإلكم يعني طاقة عالية جدا بالإيجابية والحضوض وعشان هيك ما بيتخلى الحظ عنكم بأي اتجاه حتى بالأمور المالية بترتفع المعنويات أهم شيء تكونوا أكثر مرونة وما تفرضوا سيطرتكم على أحبائكم ممكن تحققوا إنجاز مهم وتنتعش العواطف من جديد وتشتد الروابط متاني وثقة ما بينكم بين الأحباء يعني فيه ترتيبات للأيام الجاية وبرضو علاقتكم مع الأبناء بتكون ممتازة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم السبت التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة فبوسع كل يوم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وتكثر بعض الضغوط عندكم أو المتاعب العائلية أو المتطلبات هاي فترة فيها بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي لأن القمر بيشكل زاوية تربيع قوية جدا فبتك تحذروا من الخلافات والمشاعر السلبية اللي ممكن تعاكسك من خلال هالظروف وتسبب لك بعض الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتكون هاي فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو مقابلة وبرضو ممكن كنت تعززوا العلاقة مع أخ أو جار فترة مناسبة برضو جدا بتقدر تكثف فيها تحركاتك وتعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فتعتبر هاي فترة إيجابية ودعم لإلك لأنه عندك سرعة بديهة وقدرها على الإقناع ونشاط عالي جدا في منك أشخاص رح يهتموا بأمور العلاقة إما بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل الفرصة ممتازة جدا أو بتصير ممتازة خصوصا من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار السبت فرصة إلها علاقة بالمكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لمرحلة جديدة أو تحدد أولويات وميزانية مالية لبعض الأشياء المهمة وممكن بعضك يتلقى هدية أو يقدم على استثمار معين أهم شيء أنه في بعض المصاريف المنزلية الطارئة لممكن شوي تربكات برج القوس طبعا من الأهل لغاية ساعات منتصف الليل ما زالت الأجواء ضاغطة عليكم ولكن من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم السب ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لقطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم تطلع على خبر معين يكون بمثابة لا إشارة أو انطلاق جديد بالنسبة لك فتعتبر فترة ناشطة وحماسية جدا وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا القمر بيقترب لبيت المتاعب ورح يكون موجود في بيت المتاعب بعد منتصف الليل وطيلة يوم السبت والأحد فعشان هيك يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاولوا أنكوا تستريحوا وما تعرضوا نفسكم للمسؤوليات الكبيرة والصعبة لأن الوضع فارغ من الحضوض والطاقة فعشان هيك بدك تخفف وتيرت عملك حاول أنك ما تحسم أي أمر وما تنجرف وراء أفكارك السودة وهواجسك ما تتخذ أي قرارات حاسمة خلال اليومين القادمات برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو وطبعا بوسكو تعزيز صداقاتكم اليوم العلاقات الاجتماعية هي اللي من خلالها ممكن تحصلوا كثير من المكاسب منكم أشخاص ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقوا واحدين بل سارعوا للمشاركة بأي مجال اجتماعي انتبع بحاجة بهذه الفترة للنصيحة ودعم المعارف والعلاقات بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شيء أنك ما تهمي الواجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة اليوم رح تجد أنه عندك غيري على مصالحك وهذا اليوم يعتبر يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر بسبب وجود القمر في بيت السمعة فعشان هيك بدك تحاول أنك تحافظ على سمعتك وما تجازف ما تغامر ما تتهور بقراراتك وابعد عن المشاكل قدر الإمكان بدك تكون يعني شوي ضابط لأعصابك وحاول أنك ما تتذمر على مسمع من أحد وأصبر تماما هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة